اشتركوا في القناة في مختلف مجالات الانشطة المجتمعية من خلال وجود ضيفنا يعني في الاستيديو اللي مشرفنا ومنورنا الاستاذ مهدي بن حيدر مدير لعبة التصوير تحت الماء في النادي الكويتي للغوص والانقاذ وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للغوص هذه العيالة الديرة حياك الله خوي مهدي منورنا ومشرفنا وتبارك الله لقاء عن لقاء دائما الانجازات تسمو وتعتلي الله يحفظك الحمد لله هذا اول شي صباحكم الله بالخير يكونوا اياكم في برنامج صباح الخير يا كويت والحمد لله هذا على قراتهم هذا الكويتي والشباب الكويتي فعال ويحب الانجازات دائما مبدع بس اليوم بهذا اللقاء بنتكلم عن التصوير تحت الماء هذا الفريق اللي جزء من النادي الكويتي الغوص والانقاذ اليوم التصوير تحت الماء يمكن هاشم قبل انتطرق مع ضيفنا عن هذا السؤال مبس صار هواية ايضا صار يمكن نوعا ما تجاري نوعا ما وفي ناس يعني تبيع هذه اللقطات الجميل اللي تحت الماء واللي خصنا يتغوص برا الكويت في اماكن كبيرة لكن هنأخذوا الى دائما انك نبدأ عن النادي الكويتي الغوص والانقاذ طبعا النادي الكويتي الغوص والانقاذ والاتحاد الكويتي الغوص والانقاذ تحت مضلة اللجنة الاولمبية الدولية وكذلك اللجنة الاولمبية الكويتية اليوم احنا في النادي اشهر في 2019 او اخر 2019 ويمكن ذكرت هالموضوع من قبل ودشت علينا كورونا في 2020 لكن ما قدرنا نسوي شيء في 2020 من 2021 لليوم احنا تقريبا عندنا 36 ميدالية ملونة عربية وعالمية في منهم ذهبية وفي منهم برونزية عندنا تقريبا ست لعبات في الاتحاد تبارك منها الغوص الحر عندنا سباحة زعانف عندنا تاركت شوتينج اللي هي رماية تحت الاهداف وعندنا السبير فيشينج اللي هي الصيد وعندنا الغوص الرياضي واللعبة الاخيرة اللي هي انا مديرها تصوير تعت الماء تكلم كهواية اتكلم كرياضة تحت اللجنة الأولمبيا الدولية تحت الاتحاد الدولي للكويتى والاتحاد الدولي للغوص والاتحاد الكويتي للغوص والانغاض عندنا مشاركات سابقة في بطولات العالم وكانت اول مشاركة نشارك فيها والحمد لله شبابنا اخذوا المركز الرابع على العالم من اصل عشرين دولا مشاركة وكانت أول مشاركة لنا في العالم بطولة العالم وكان شيء يديد علينا بتصوير تحت الماء والصور بالكويت لا البطولة تصير تسافر الدولة اللي مساوي البطولة ودغوصة هناك طبعا شيء مختلف عليك يمكن درجة حرارة الماء غير عن الكويت طب أكيد هذا إحنا هنا عندنا درجة حرارة الماء جدا مفتفعة بطولة العالم في البرتغال كان درجة حرارة الماء كانت باردة على أن الرؤية غير عن الكويت عندنا صحيح يمكن قاعدين نشوف فيديو أخي مهدي معاك هذا وين هني؟ هذه في العقبة البطولة العربية هذا راشد المرشود وعندنا زيد الناصر رئيس الاتحاد طلال السرحان الحمد لله هني حصلنا على تقريبا ثلاث ميداليات أول بفئة ثاني بفئة وثالث بفئة كان فيه أربع فئات أو خمس فئات في البطولة نحن أخذنا ثلاث فئات أول ثاني ثالث تبارك الله اليوم لما نتكلم عن أي نادي نادي هذا يجب أن يكون لأهداف أخي مهدي أبي أعوّل على موضوع أذكر بأحد اللقاءات أنت قلت لي أن أنت تصور الصورة وما يمديك تعدل عليها تروح تطبعها ويسحبها المحكم عشان يحكم صورتك نعم 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 فنحن تتكلم عن أهداف النادي وعن هذا الموضوع الحل وإن أنا رائع الغص فنحن أتكلم عن أهداف النادي اليوم نحن لهت Plei Mashallah الكويتة فيها وايد ناشتغص وطبعا نحمد رب العالمين أن عندنا بحر في دول ما عندها بحر وصعب أنه تمارس هوايتها في البحر اليوم إحنا لما اللاعبين أو الأشخاص اللي هوايتهم في البحر أي رياضة بحر كانت من غوص من تصوير تحت الماء من حتى الصيد تحت الماء أنت تحتويهم في الاتحاد تنمي الهواية اللي هو حابها تخليه شارك بطولات بره اليوم حال حال نتكلم ميسي وكريتسيان رونالدو عنده رغم دولي عند ليسن دولي يعني يصير ولاء المنتخب نفسه الله مو بس يقول والله أنا باسمي قاعدة طلاع لا أنت اليوم قاعد تمثل دولة الكويت خارج في المحافلة الدولية خارج الكويت أي كان نوع الرياضة أما تصوير أما سبير فيشنج سباحة زعانف غوص رياضي هذين كل اللعبات الموجودة عندنا في الاتحاد والحمد لله يعني الشواب قام يزيد العدد عندنا اليوم عندنا كل يوم متى بطولة الياية نبي نشارك متى في بطولة بالكويت تسوونها نبي نشارك نبي نشوف مستواننا قبل ههم يمكن نحن نسوي تقريبا على قراتهم ناخذ قياس حق اللاعبين اللي موجودين والله إيه لا نم مهاراتك زيادة تعال لا أنت خوش لاعب لازم احتويك لا أنت تحتاج التدريب الفلاني عشان ندربك زيادة فهذا كله من يعني الهدف الأساسي من الاتحاد والاستحقاقات هذه خوي مهدي ترفع خلنا نقول من تصنيف العالمي سواء للعب الكويتي أو الاتحاد الكويتي صح نحن اليوم في لعبة التاركت شوتينج أخذنا التصنيف الأول في أول مشاركة نسابق فيها بحكم أن الشباب هم كانوا مسافرين هناك وراحوا البطولة كانت في فرنسا أتوقع إذا ما خاطرني وتصنيف خذنا المركز الأول على العالم لعبة مثل هذه بدلا أنا أنزل هنا أرمي بين المرجان وأعرض نفسي للخطر لا اليوم تعال في قانون في حتى حكام سيفتي غير الحكام الموجودين يأخذون النتائج ما نتائج في أشخاص سيفتي لا سمح الله صار أي خلل في الحوض أو في البحر السيفتي موجود دعني نوضح للناس أكثر عن خطوات ممارسة هذه الرياضة أو الهواية أحتاج كاميرا احترافية أحتاج بدلة غوص أحتاج أن يكون عندي ليسا غوص وشنو أحتاج علشان نبدي بحلو أنا خلني أتكلم اليوم على التصوير تحت الماء تصوير تحت الماء أنت اليوم أول شيء لازم تكون غواص عشان أتصور تحت الماء وقبلها بخطوة تكون عارف الكاميرا فوق الماء يعني تكون أنت تصور فوق الماء عشان تعرف كاميرتك شنو فيها شنو إمكانياتها شلون تحكم فتحة العدسة شلون تحكم بالغالق حتى الـ ISO شلون تحكم فيه إذا تمكنت من كاميرتك فوق الماء أقولك تعالى أخذ دورة الأوبن ووتر أو وينستار دايفر اللي هو أول لفل حق أدفانس تروح التصوير الأدفانس تكون أنت متمكن من عدتك تحت الماء صحيح اللي هي السلندر عندك البي سي دي نظارتك شلون تعادل الضغط شلون تنظف نظارتك تحت الماء قبل لا تمسك كاميرتك تحت الماء لأن الكاميرا هذه غير عن العدة اللي أنت لاوسها صح خلصت من الليسن الأول أخذت الليسن الثاني لا الآن تقدر تتمكن من الكاميرا تعال جرب أمسك الكاميرا من غير كاميرا فاضية بس الغطأ أو اللي نسميه من الهاوزنج من الكاميرا شوف إمكانية الطفوية مالتك هل الطفوية ممتازة عندك تحتاج تطور من الطفوية ولا ما تحتاج الطفوية جنوب الطفوية اللي هي أن تكون على قولاتهم نحن نقولهم مو حايس الأرض ولا صاعد فوق تكون بين المايتين تتحكم بنفسك طفوية جسمك تحت الماء ما تكون صاعد فوق على السيرفس يكون خطر عليك وما يكون الغواص نازل على المرجان أو على الأرض إذا بتصور حين المصور العادي اليوم أنا ما نصور حين في الستيديو على أي مكان نصور صورة صورتين وبعدين نعدل إذا في إضاءة صح نضبط بالستيديو مع الكاميرا تحت الماء نفس الطريقة أو أنت تسوي الإعدادات تعديلك أنت تحت الماء لما تطيق صورة تكون مثلا غامجة تحاول تفتح فتحة العدسة تزيد الإيسو تقلل على الشتر سبيد أو سرعة الغالق فممكن تسويه تحت الماء بس لما نتكلم أنه نفس ما يقول لأخي يا عاشم أنه ما تقدر تعدل في البطولات صح ما تقدر تعدل في البطولات في الكمبيوتر لازم أنا أغوص هل ما نزل كاميرا تصورها حتى لا يوجد خلاص فيه كاميرا تخليها متابقية نحنها متعتها بس هي متعتها أنت لما تلحق لسمتها تشوف حتى البيهيفير لسمتها نفسها هذي ما قاعد تسوي لحظة يمكن وهي قاعد تاكل تأخذ اللغطة لا لا قاعد في صورة أنا مصورها يفرق عمق الصورة أو لا يفرق شنو بالعمق بالعمق نفسها كحكم يعني اليوم يسألك على عمق كم صوتها هذه نقطة مهمة نحن بالقانون قانون بطولة التصوير تحت الماء ما تطوف عمق 30 كسيفتي ما تطوف العمق 30 أي واحد يطوف عمق 30 الحكم يتأكد من كمبيوتره هل طوف عمق 30 يطلع بره البطولة يعني انت لك عمق معين فهم المحظورات لكن عندك مثلا تتصور على الخمسة متر خمسة متر إضاءة الشمس الطبيعية تكون واصلة كل ما تنزل قاعد قل إضاءة الشمس فهذا هم لازم تعاوضها بإضاءة الفلاشات تحت الماء لا نتكلم بس كاميرا كاميرا فلاشات فيه ناس قام تسوي استيديو تحت الماء حالة حال الاستيديو اللي احنا فيه يوزع إضاءة حوالين الموضوع ليه بيصوره جميل طبعا للنادي أكيد يعني منشاطات ثقافية واجتماعية من خلال حملات أمور أنتو تنظمونها أنزين أم المرادم عفوا أحد أجمل مغاصات اللي عندنا بالكويت هي وقارو أنزين وتحتوي على حيد مرجاني مش طبيعي اللي ينزل يقول أنا مو بالكويت يعني من جمال خلنا نقوله روعة هذا العالم الآخر اللي تحت فأنا بنتكلم عن حملات التنظيف حملات التوعوية قاعدين يعني يتقودون تبارك الله أشياء وائد حلوة نحن اليوم من المسؤولية المجتمعية للنادي مو شرط يعني ما بي أقول بس محدودة على البحر نحن حتى كان نتكلم عن الإنقاذ بنفس الوقت خاصة نشفنا الله يحفظنا ويحفظكم أن وايد عمليات قرق قاعدة تصير لأن ما عندنا منقذين أو ما في ناس مهتمة في موضوع الإنقاذ نتكلم عن حملات التنظيف نحن اليوم تاريخ 23 6 كان اليوم الأولمبي العالمي أو اليوم الأولمبي الدولي وحكم أن الاتحاد الدولي للغوص تحت منظمة أو تحت مظلة الاتحاد الدولي الاتحاد الآسف اللجنة الأولمبية الدولية فقررنا أن فيها اليوم نسوي مسؤولية مجتمعية فقررنا ننظف جزيرة أم المرادن منها أهداف كثيرة أول شيء ننظف نوصل الرسالة لرواد البحر خاصة نحن في فترة الصيف حافظوا على المكان هذا عشان يدوم لكم اليوم أنت لما تخرب المكان ما راح يدوم لك صحيح وإحنا عندنا يمكن ثلاث جزر اللي خاصة الناس تروح لها في الصيف كبر قارو أم المرادن ما أحد راح يروح بوب يوم ما أحد راح يروح المسجان يمكن فالتشة شوية كبيرة الناس تكون داخل فالتشة بس نحن نتكلم على هواية الغوص وهواية البحر بشكل عام والتصوير تحت الماء قارو ملدي في الكويت جميلة قارو يعني من أجمل المغاصات اللي عندنا عندنا قارو عندنا أم المرادن عندنا كبر فعنا اليوم شاركنا تقريبا خمسين مصور وشاركوا غواصين خفر السواحل ما قصروا وشاركوا طبعا كان فيه رعاة غواصين هم ما قصروا فريق الغوص سنيار دايبرز أكاديمي بنكو أربا كانوا حلو شمو تحتاجون اليوم من الناس التوعية التوعية اللي يا غواص يا مرتاد البحر لا تقط يعني المهملات أو الوساخة أو أي شيء داخل يعني تقطب البحر اللي يأثر عليك تالي نزيل أنا بي معاك بس بجرب ما بيسجل ممكن في شيء اسمه ديسكابر اسكوبا اي بك رحلة تجربية ممكن في شيء اسمه ديسكابر اسكوبا تروح هاشم معاي أنا عندي ليسا نغوص من عمري 13 سنة هاشم يغوص شكرا بس يبيل صبغة من اياب الجونيور ما استعمل يا الضار من 13 سنة يمكن هالصيف ماكو وقت يروح الصيف ماكو وقت والله العظيم يعني أشوف الشباب يعني من خلال متابعتنا أشوف أخي مهدي بن حيدر أشوف أخي قصاي بلاستيكي الشباب اللي لهم بالغوص الواحد يشتاق يعني لا معنا بس نروح للياية إن شاء الله ببناء نبين تكلم عن المسؤولية الوطنية اللي يفترض عليكم أنتو كاتحاد تزرعونها وإحنا كمواطنين تكون عندنا هذه الثقافة في المحافظة على البيئة البحرية اليوم لا تخرب لي مغاصاتي اليوم لا تقط السن وتكسر المريان لا تقعد تسوي لي سوالف طبعا نحن نتكلم اليوم يمكن مرابط اللي حوالين الجزر دائما نحط بوستات في إنستجرام لاتحاد أو في تويتر كشكل أو السوشال ميديا بشكل عام يعني نتكلم أن أربط على المرجان إذا تبت قط السن المرجان مرات المرابط اللي موجودة تكون مفولة خاصة فترة الصيف تبت قط أطلع بحر يعني صوب الرمل قط المرجان لا تقط السن على المرجان نفسه تكسر المرجان لأن هذا عشان ينزر يبيل لأسنين يوصل لأي 10 سنين 15 سنة لأي 100 سنة عشان تشوفها قطة المرجان اللي ملون فإحنا هذه واحدة من الشغلات اللي دائما نركز عليها نروح حق شقل إنقاذ دائما يعني نحط التوعية أنه في هذا الوقت لا تخلي الأطفال بروحهم في المسابح صحيح يعني يمكن نشوف دائما ولا رايحين أحواظ السباحة أو حتى أي مكان ترفيهي في أحواظ السباحة نحن طلعين أي والله العاملة المنزلية تكون جابلة لها وهذا غلط الوالد والله يسحى شوي لأن الفترة هذه اللي يبوه خمس ثواني ست ثواني الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله ممكن يغفل ممكن يغفل عن شيء ويغرق صحيح وخاصة نحن إذا الشخص اللي موجود ما عنده أي فكرة عن الإصعافات الأولية ما يسوي في الوقت هذا هذه دائما التوعيات اللي نشدد عليها بالذات أستاذك الصح والعافية بوفقكم إن شاء الله ونشوف توسع إن شاء الله في هذه الرياضات والهواة الجميلة نبي منك بس دعوة أخيرة للجمهور واللي حاب يجرب أو يشارك معاكم شنو حاب تقول على عجالة نحن نتمنى أول شيء يحفظون على البيئة البحرية واللي يبي يشارك يجرب الغوص هم نحن متبواجدين والساعة المباركة حتى لو يجرب بس على خمسة أربعة متر ما يكون مشكلة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حبيب كل الشكر لضيفنا الأستاذ المهندس مهدي بن حيدر مدير لعبة التصوير تحت الماء في النادي الكويتي للغوص والإنقاذ وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للغوص شكرا لك بحجم السماء يا أخي ونسنا الله يحب لك تسلم أستاذك الصرع عافية مهدي مشكور حضورك مشاهدين الآن نشوفوا إياكم هنشوفوا معكم ونرجع لكم